أعوذ بالله من الشيطان الرجين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وبه نستعين وعليه التقلان الحمد لله على الآل والشكر له على النعمة إله الأرض والسماء والصلاة والسلام على إمام الأنبياء وسيد الأولياء سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم وبركاته سلام عليكم وبركاته السلام عليكم وبركاته السلام عليكم وبركاته وانسو سممتو سنا کن ونن ممونر اكيدا سنا کن ونن فهمتا واتشا اتachi مپ شرر ابان کسا حaka کن وانسو سممتو سنا کن وغرن غاند دباي حaka ممين زگا ممنزوم لورا دaga indesو kataya وانسو 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 سممتو سممتو لألقا دشيك لن لسي سرابا بايدا الله لن لسي سرابا نبو محمد سممتو سممتو دوان دسکا ایمان دسيسکا بیش سکا رو چکویا واسا اماس ايان الدين وانسو 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 حaka يهودا واسو وانسو وانسو بسانسو بوكل لند أو个 منزم اللہ وانسو ميار وغو ما ين ترجمة نانسي قنقر 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 لا إيعند الن话 Russietti للدارة التي تغيرها ذالية مهما يجب الحكيم مهما التي تبدو الأمر تفضل الدينك العمر شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة بزيكي غابند اكي جازا أسيد وننفين مبا شيا سامي كي غاني انشي مساكي نيما ده غور مباي اللح ستما كادن عمال لكي وننفين كما ان الله يد وجان زامي ان الله يد وغورن زامي كما وغورن زامي ونن مسل كما إن شاء الله وعند سكي ريك وعند ون سي سي انشاء الله بإذن الله يتعالى بإذن الله يتعالى تند ده اوكي فلا يأو وجان تو وجان مبا يد يزم سامي وان هن سي ده وان اكي اكي اكراري با يد حكي من عرش نيو حن كلم تاني ون ستما كا عمال لكا كما اجنا كما مبا يد زامي حكا كما ينمكي bayاني مركز التحيد وانبا 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 يد 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 ترجمة نانسي قنقر 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 قòng際ي اشفاء الكتابان نانسية قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة واحد ترجمة نانسي قنقر dynamic يجعل ترجمةبرulo ل السلامة بالفاتح هذه المساعدة إلى محمد صلى الله عليه وسلم التي تنظروا إلى دين الإسلام مالام القربي ومعنى تحاولنا المساعدة ومعنى المساعدة وكيف تنظر هذه المساعدة إلى دين الإسلام ومعنى تحاولنا المساعدة إلى جتماعي أعتبر هذا المساعدة في القربي ومعنى تحاولنا المساعدة تحاولنا مباشرة إلى عام أنه محاعدة ومعنى المساعدة وإنه أمثالنا كلها تحاولنا بعض의 lies التي أتركها في هذه المساعدة وهي صلاة الفاتحة لما أوليك واحدة من الأحيان هي هذه الناس التي تنظر هذه صلاة الفاتحة لما أوليك تقريبا أن هذه صلاة الفاتحة لما أوليك تقريباً لأمور الشيء لأمور الله سبحانه وتعالى كما تقريباً في جواهب المعاني وقوة ما يقول في عربية ونحن تتعلم بها في جواهب المعاني يقول في جواهب المعاني في جواهب المعاني إن صلاة الفاتحة لما أوليك أفضل من جميع وجوه الأعمال والإبن صلاة الفاتحة لما أوليك تقريباً بأن أي شكل من أحيان ieurs صلاة الفاتحة لما أوليك هل يمكن أن تكون بأس الله تعالى وفعله ثم أعلم لا تتشرف لا تتخدم لذلك إنك سأكلمه إذا سيتبقى أ Because I have joined the story so that I have learned that I have learned and I have learned that I have learned that I have learned then continue okay okay so you see this form of lies towards Allah is very very serious and is very very disadvantageous because as a Muslim you don't lie towards Allah and any well-thinking Muslim any good-thinking Muslim أي المسلم الذي يشترك بأنه يشترك بأنهليا للتعيش بها ويشترك بأنهليا للتعيش بها يشترك بأنهريًا لن يجعل إلى هذا الشمس أو ياريسة ولا شيء من هذا الشمس بأنه هناك مضيح للحكم أصبح مضيحاً عزيز حتي ، وأنا يوضع شيئاًً من أنه you يجعل أن يكون فارسة سبه في أي مكان. كيسأت هو أنه يجعل ذلك؟ فالدينه حقاً لله ، الآلاء ، هم شيئًا الأولى والأولى الذين ييجعله الأولى لأول هذا الدين الله هو الأولى لجبحث عن هذا الدين والله ليس كل أنه تعلم الله من دينكم ذكرتكُ لأولى لله ، أولى ؟ قُعَانِ الْهَوَا إِنْ هُوَ إِلَّا وَحِيُّ إِنْ مَا so now this decree about salat al-fatihi being superior over every deed, over every action over every form of coercion where will it be found? is it in the Quran? definitely no is it in the hadith? definitely no so you see this is a lie another lie is that they make a decree that salat al-fatihi is sent is sent in a paper of light to a man known as Muhammad al-Bakari a man known as Muhammad al-Bakari that an angel of Allah subhanahu wa ta'ala sent this particular salat al-fatihi wa ulika written in the paper of light how can this be possible? how can this be possible? and that was why Muhammad al-Bakari was drawing our attention towards how this form of supplication is being regarded as more than the Quran because the Quran we all know the companions are the they are the ones that actually write the Quran when the Quran is being revealed to Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam by Angel Jibreel he will recite it and the Qutab al-Wahiy will now write it down and that was how the Quran came down to us now but this salat al-fatihi has been said to be sent down by an angel written directly from Allah subhanahu wa ta'ala in the paper of light so you see even the mood in which this supplication has been set down is far superior than the Quran so as a good Muslim are you going to accept this? this is a lie towards Allah subhanahu wa ta'ala Allah subhanahu wa ta'ala has not sent any angel to any Muhammad al-Bakari because we know Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam is the seal and last of messengers of Allah subhanahu wa ta'ala مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَاءَ أَحَدٍ إِنُّ رِجَالِكُمْ وَلَاكِ رَسُولَ اللَّهُ وَخَاتَمُ النَّبِيِّينَ the Prophet Muhammad sallallahu alayhi wa sallam is the last and final prophets and messengers of Allah subhanahu wa ta'ala so how can an angel sent down with something that regards this particular religion that has to do with something of worshiping Allah subhanahu wa ta'ala and can it be sent down to anybody like a prophet? well I did try and tell us that Muhammad al-Bakari is also a prophet because anybody that is not a prophet how can an angel sent down to him? so these are some of the things that we need to take into consideration and we need to know that this shallat al-fatihi lima agulika shall be null and void as far as the religion of Islam is concerned so my dear brothers and sisters these are some of the things there are so many of them but I don't want to take much of our time just let me in a summary brief us about what Muhammad al-Bakari has taught us we pray with Allah subhanahu wa ta'ala reward him abundantly that Allah subhanahu wa ta'ala increase him in life that Allah subhanahu wa ta'ala increase him in iman that Allah subhanahu wa ta'ala increases his health should have benefit from his fast knowledge that Allah subhanahu wa ta'ala protect us all as-salamu alaykum as-salamu alaykum as-salamu alaykum as-salamu alaykum as-salamu alaykum هذا هو مهم جدًّ 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 جزء وجود في تحت مستقبل وهي يكون المنزل تحت من الأراضي من التقنية سيكون مستقبل المسجد وكذلك سيكون المدرساً في المستقبل في الغد من المستقبل كما يكون هناك شكراً So as a result of this, we feel it's very, very important and it's very necessary for us to use the opportunity that Allah SWT has provided us in terms of health, in terms of wealth, in terms of thoughts لقد أرى كيف نحن نحن جعل هذا النظام وكيف نحن نسل من خلال الإسلام وكيف نحن نحن نجل من هذا paint وقد يمكننا ذلك فقط وقد يمكننا ذلك فقط قلنا نحن نحن نعاية رأينا نحن نعاية ونحن ندخل بأننا اشتري بأننا ندخلنا أن تكون نحواناً ندخل بأننا تقوم بأننا تلوحًاً نعم نحن نحواناً نحن نحواناً نحن نحواناً نحواناً أجل أن تريد المهم من أجل في النهاية لذلك ، نحن ثم قد نقل عن قطع المستدرات المواطنين التي تحضر موجودة المملكة إلى جديد ما نحن ذلك الحمد لله , هناك كما يملك مبريضاً سنعطي أسمر بشكل مليون ويقع الله سبحانه وتعالى من دل ذي يقرب الله قدران حساناً سيئة يدفعه لإعني فربي محمد الله كانت قلت حقا صديق من بنى للاه مسجدا ون الله لحو بيت في الجنة anybody who builds a masjid for Allah سبحانه وتعالى in this world Allah سبحانه وتعالى will definitely build a home in paradise for him so I call on our brothers and sisters listening please let's try as much as we can to you know المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة